السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم انا اخوتي فهذا الفيديو دائما انا اتكرموا للأحد وسط الميدان التي تقدر تكون في جنو افريقيا. انا انا اتكرموا لها خط وسط الميدان المتسكة والمين من تسعة عناصر انا اجبت. ممكن كما انا عرفوا الى الراقي يدخل بخطة ربعة ثلاثة ثلاثة. ممكن يطلق خمسة دواسط الميدان من هاد التسعة هادو اللي انا اكتشفوا الاشماء ديانهم بواحد بواحد. بعض منهم كانوا مشاركين معانا في عسل العرب. انا انا ممكن انا انا شفوا الاسباب ليستقدر تطلعت اللعب على هاد مقابلج جنو افريقيا ممكن انا ممكن شفوا الاسباب اخرى علاش ميطلعوش مثلا جنو افريقيا هاد اللعب هاتو. اذا انا انا نتحفوا اسم باسم انا نتحفوا الاسباب انا نتحفوا كل شيء في هذا الفيديو المروف فقط تبعد الفيديو حتى الاخير. باش تكون الاستفادة عابة ان شاء الله وبحول الله. عم بدأوا اللائحة المتكونة من تسعة عناصر بعد منهم تمارس في الدورة المغربية الأغلبية نظن محترفة طبيعة الحال لأن نحن عربي لعبين المتخاب الوطني المغربي المحترفين إذن نكتشف هذه الأسماء التسعة بإسم بإسم بواحد بواحد نكتشفوهم طبيعة الحال ونرى ما يمكن بهذه التسعة قلنا يمكن أن يصبح خمس أسماء شكورة الأسماء الخمسة اللي قدروا يشعدوا مع المنتخب الوطني المغربي إلى مقابلة جنوب إفريقيا بطبيعة الحال بالدول الأسماء دي أنا بسوفيان أمر بطلعب فيورونتينا الإيطالي 26 سن دعت هنا أفضل لعب في المنتخب الوطني المغربي طبيعة الحال دعت هنا أفضل لعب في المنتخب الوطني المغربي في المونديال هذا اللي فات ولكن أنا كنقول مقابلة في يونيو في آخر الموسم في الدورية من الأحسن أن سوفيان أمراب للدراحة مع الأداء الكبير والمدهش اللي يطلل المنتخب الوطني المغربي وفي هبس اللي رتحنا وما ننيداش على فهد لإحادي اللي أطلع من جنوب إفريقيا من أحسن صراحة الدراحة لعب أمراب لقاب موسم كبير مع المنتخب فيرونسينا كنظر ممكن يخرج من الآن بارسلونا لديه الكثيرات أخرى لديه لديه الكثير آخر لعب أوردوغانو لعب السيتي كنظر ممكن لا يمشي لبارسلونا ويبدل الوجهة إلا الليبربول لا يمشي لعب أخر يوابين يامين بوشويري عند 21 عام ويلاعب سنتي الفرنسي من تكوين برشيكي لاعب وسط ميدان دفاعي عاية لورجراجي في آخر تربص للمنتخب وهذا مستقبل المنتخب الوطني المغربي لأنه فقط كيبير من السن 21 سنة وهذا نتمنى أنه يرافق المنتخب المغربي الأراضي الجنوب أفريقيا ومشي فقط يرافقه يلعب كأساسي كأساسي لأن اللاعب يمحل يلعبوا صراحة وهناك يحيى جبراد اللي عنده 31 عام لاعب الويداد البيضاوي من خيرة اللاعب اللي كين في الويداد ولكن في الآخر الأيام بدك يقلس على مقاعد الإحصية لأن تراجع كدن المستوى الآن الويداد مثلا عن مدرب قارضو عن شوف المدرب الجديد برجيك اللي واحد يدرب الجيش المالكي واش اعتمد على جبران او لا لا جبران في آخر لا يحى ما ما نعدلش عليها وليد الرقر بطبيعة حال قلق هذا مشي جبران اللي كعرف لأن لاعب رقم 4 فهذا لاعاد هو السليم ام الله لاعب بلدو لدى الاسباني اللاعب اللي بمميزات كبيرة خاصة دفاعية في وسط الميدان رافقنا في كأس العالم عمل كأس العالم هائلة لاعب اكثر عدد من المقابلة تفاقر الاصابة اللي كتحرمون لا تخلش في اللقاء او لا تخرج كندن ممكن تكون اغلبية تكون الاصابة اللي كتحرم فقط باش امرا ما يدخل او لا ما يكمل اذا سليم املاح جبران اول جبران جبران نقص يطلع مقابلة الجنو فرقية باش ينحك كتار كتار السليم املاح باش نقص يطلع عن المقابلة ولكن لأسف الاصابة تحرم طبيعة الحال انه عمل عمل عملية جراحية على الكثف دياله اذا ما احتمل كبير ما عاي كونش مع السليم املاح طبيعة الحال عبد الحميد الصابري لعب الصامدوريا الايطالي كما قلنا املاح عملية جراحية اذا احتمل كبير عبد الحميد الصابري عيرفق المتخب الوطني المغربي الاراضي الجنوب افرق عبد الحميد الصابري البادل الناجح صراحة داخل النخبة الوطنية لعب تكوين الماني لعب اعطى الشيء الكثير في كأس العالم اعطى الشيء الكثير في الموضي القطري صراحة لعب اللي انتقن فيورنتينا الايطالي بعقل مبدئ كان عملو افص عمش نهائيا نفارق فيورنتينا هناك بيلال خنوس اللي عنده فقط 18 عاما وكلعب بطولة البرجيقية لعب اللي باقي الصبس اللي قائز مع المتخب الوطني وعند اي طلب نصح يكون قصو يلعب الآن في المقابلة الجنوب افرقية ضروري يصعد مع المتخب الوطني المغربي ويلعب بشكل اساسي لان صراحة بيلال خنوس من لاعب الكبار يكون مستقبل المتخب الوطني كما قلنا بيلال الخنوس عنده 18 عاما نخصف اي تربط كما كان يلعب بيلال الخنوس لان اللاعب المهم من داخل المنظومة المغربية اذا ضروري بطبيعة الحال هناك الآن عمرال لوزا اللاعب بطولة الوطني الاول من البطولة الانزليزية من عناصر المزيد داخل المنظومة المغربية لا شارك معنا بكأس العالم كان مصاب ولكن الان ممكن يطلو وليد الرقراجي كان احتبال كبير طبع يعيط لعب كاساسي في المقابلة الجنو في رقي لان بزاف ديال اسماء مؤثرة يغيب في هذا المقابلة لان يعطي في نهاية الموسم ويبغي بطبيعة الحال يعطي راحة اللاعبين وهناك لاعب اخر ايمن الحسوني لاعب الويداد البيطاودي معمور تجد له الدعوة للمنتخب الوطني المغربي ممكن حتى هو نشوفه داخل المنظومة المغربية ايمن الحسوني ان ايمن الحسوني كذلك من لاعب الوصول ست ثمين والعشرين كان معمور المنتخب الوطني المغربي اقتصول الفرصة دياله وهذا المقابلة الجنو افريقي هي اهم من الفرص يرافق المنتخب الوطني وخكح سياطئ ماشي مشكل ولكن يتلعب على المنتخب لان السف ديال الاسباء يغيب كينا اناحي وسلم امن الله بداعي الاصابة غائبين في وسط الميدان وغائبين اناحي له امن الله كذلك امين حارس بداعي الاصابة كينا السف ديال الاسباء غائبين اناحي الاخر اسم لي وعز ديال اناحي اللعب مارسي اللي كل طبعت حال الغياب فهذا تربوس هذا بدأعي الاصابة لان عنده اصابة لان نهاية البوسم وكان صعب جدا على راق يرافق هذا تربوس هذا اناحي سيتم الغياب له ل هذا تربوس هذا بسبب فقط الاصابة اللي كان تصف فيها مع المنتخب اللائحة المتكونة من تسعة عناصر مكونة لخط وسط الميدان اللي ممكن الكوتش ديالنا والد ريقراقي يطلع منها خمس او زبزف ستة عناصر الى الاراضي الجنوب الافريقية شكرا ززيلا